أهلا بكم في نشرة اقتصادية جديدة من تلفزيون اليوم السابع وفي الحقيقة النهاردة النشرة بتحمل أخبار سارة وأخبار جميلة للمتابعين 12.4% انخفاضا في قيمة العجز بالميزان التجاري بشهر يونيو 20-22 أصدر الجهاز المركز للتعباء والأحصاء برئاسة خير البركات النشرة الشهرية لبيانات التجارة الخارجية عن شهر يونيو 20-22 وقد بلغت قيمة العجز التجاري قد بلغت قيمة العجز في الميزان التجاري 3.2 مليار دولار خلال شهر يونيو 20-22 طبعا ده مقابل 3.6 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق طبعا نسبة الانخفاض قدرها 12.4% وده خبر صار لأن فعلا الفترة اللي فاتت الحكومة نجحت فيه هالحد من الوالدات مقابل الصادرات من أهم المؤشرات اللي النشرة ذكرتها النهاردة انخفاض قيمة الصادرات بقيمة 3.3-18% فهي سبالغت 3.7 مليار دولار خلال شهر يونيو 20-22 مقابل 3.8 مليار دولار لنفس الشهر من العام وأرجع ذلك إلى انخفاض قيمة صادرات بعض السلع وأهمها طبعا الأسمة انخفضت بنسبة 29.10% عجائن ومحضرات غزائية بنسبة 8.7% منتجات مسطحة بالضرفلة من حديد أو صلب وخلافه بنسبة 31.7% خطبان وعدان وزوايا وأسلاك من حديد أيضا بنسبة 6.8% بينما ارتفعت قيمة صادرات بعض السلع خلال شهر يونيو 22-22 مقابل مثيلاتها لنفس الشهر من العام السابق وأهم السلع اللي ارتفعت منتجات البترول والغاز الطبيعي المسال بنسبة 49.4% حضراتكم طبعا عارفين الأزمة الروسية الأوكرانية وعارفين كمان أن مصر في الفترة اللي فاتت بالصدر بشكل كبير جدا لأوروبا في محاولة لتعويض عن نقص في الغاز الطبيعي كمان ارتفعت البترول الخام بنسبة 15.6% الملابس الجهزة ارتفعت بنسبة 12.7% اللدائن بمختلف أشكالها الأولية ارتفعت بنسبة 29.4% وانخفضت قيمة الواردات بنسبة 7.7% حيث بلغت 6.9 مليار دولار خلال شهر يونيو 20-22 مقابل 7.5 مليار دولار لنفس الشهر وفي الحقيقة ده انخفاض مهم جدا فيما يتعلق بيئة الواردات وده بيؤدي إلى التحسن في عجز الميزان التجاري ويرجع ذلك إلى انخفاض قيمة واردات بعض السلعة وأهمها المواد الأولية من الحديد أوصول بنسبة 2.7% اللدائن بمختلف أشكالها بنسبة 9.9% أدوية ومستحضرات تجميل ومستحضرات صيدلانية بنسبة 3.5% فلصية بنسبة 35.3% بينما ارتفعت قيمة واردات بعض السلعة خلال شهر يونيو 20-22 مقابل مسيلاتها طبعا أهمها منتجات بترول بنسبة 165.8% بترول خام بنسبة 9.7% ذرة بنسبة 51.1% وأمح بنسبة 238.4% وده طبعا على خلفية الحرب الروسية الأوكرانية وحضرتكم طبعا عارفين تأثيرات الحرب وتدعياتها على مختلف المجالات الاقتصادية ننتقل من هذا الخبر الهام إلى خبر مهم أيضا عن الذهب أسعار الذهب اليوم تسجل 955 جنيها من الجرام طبعا ده من عيار 18 وذلك في مستهل التعاملات اليوم شهدت أسعار الذهب اليوم في مصر مستهل التعاملات الأسبوع استقرارا حتى الآن خلال التعاملات الصباحية وذلك مع استقرار الطلب العالمي على المعدن الأصفر حيث يؤد الطلب المرتفع على الذهب في مصر إلى زيادة في أسعار الذهب بالأسواق حتى في حالة استقرار الذهب في البورصة العالمية ده معناه إيه؟ معناه رغم أنه الذهب في البورصة العالمية ممكن يكون مستقر أو منخفض نوعا ما لكن في مصر بيشهد ارتفاع النتيجة ليه ارتفاع الطلب على الذهب النهاردة زي ما قلت لحضراتكم النهاردة عيار 21 بيسجل 1114 جنيه وده طبعا زي ما حضراتكم عارفين العيار الأكثر تداولا في مصر عيار 18 يسجل 955 جنيها الذهب عيار 24 يسجل 1273 جنيها والجنيه الذهب بيسجل 8912 جنيه السعر العالمي للذهب النهاردة بيسجل 1722 دولار طبعا السعر العالمي ده كان في الفترة اللي فاتت وصل لحوالي 1800 دولار وده معناه انخفاض في سعر الزهب العالمي السعر الزهب العالمي بينخفض ليه ما بينخفضش في مصر لانه الطلب في مصر بيكون عالي على الزهب طبعا كان الزهب العالمي سجل تحرك نحو الصعود بنهاية جلسات التداول الأسبوع المنقضي إلى مستويات 1727 دولار ثم تراجعت الأسعار إلى 1720 دولار وتحركت بشكل محدود إلى مستويات 1722 دولار بننتقل طبعا من خبر الذهب الخبر مهم جدا وخبر صار لقطاع الأعمال العام في الحقيقة النهاردة وزير قطاع الأعمال العام الدكتور مهندس محمود كمال أسمد بيشهد توقيع مذكرة تفاهم مهمة للغاية ليه مذكرة التفاهم دي مهمة للغاية مذكرة التفاهم دي بتتم مع الجانب السوداني يعني المذكرة توقعت بين الشركة القبضة للأطن والغزل والنسيج والملابس وشركة محجوب أولاد القبضة السودانية للتعاون المشترك في إنتاج أقطان قصيرة التيلة في السودان وطبعا بالإضافة للتصنيع داخل مصر يعني الشركة هتزرع القطن لمصر في السودان وهتحتاج مصانعنا لزراعة لصناعة بعض الملابس وغيرة وقع الاتفاق وجد محجوب رئيس مجلس إدارة مجموعة محجوب أولاد والدكتور أحمد مصطفى العضو المنتدى بالتنفيذ للشركة القبضة للأطن والغزل والنسيج دي زي ما قلتلكو دي اتفاقية مهمة جدا الوزير طبعا خلال التوقيع وخلال اللقاء أوضح أن مذكرة التفاهم الموقعة بين الطرفين تأتي في إطار تلبيت وتأمين احتياجات شركات الغزل والنسيج نرجع شوية الوراء حضراتكم عارفين أنه في مشروع لتطوير الغزل والنسيج في مصر بـ 23 مليار جنيه وإن شاء الله مطلع العام المقبل هنشوف بكورة هذا الانتاج سواء من مصنع أربعة أو من مصنع واحد في شركة غزل المحلة وبالتالي مهم جدا أن يكون عندك أقطان قصيرة التيلة لأن هي الأكثر استخداما طبعا ده مهم جدا أن نحن نجيبه من السودان كأرخص وأقل ده طبعا بالإضافة لتأمين احتياجات شركات الغزل والنسيج التابعة من الأقطان قصيرة التيلة التي يتم استرادها من الخارج وتعتمد عليها غالبية مصانع الغزل والنسيج محليا وعالميا وذلك بخلاف ما تستخدمه المصانع التابعة من الأقطان المصرية طويلة التيلة للمنتجات عاليات الجودة حضراتكم عارفين أن منتجات الأطن طويلة تيلة بتوبغالية جدا على المستوى العالمي أكد رئيس مجلس إدارة شركة محجوب أولاد القبضة السودانية عزم مجموعة العمل على تغطيط جانب من احتياجات السوق المصري من الأطن السوداني معربا عن سعادته بالتعاون المشترك بين الطرفين في هذا المجال ووفقا لمذكرة التفاهم شركة محجوب أولاد ستقوم بزراعة وحليج أقطان سودانية لصالح الشركة القبضة بأسعار يتم الاتفاق عليها في كل موسم طبقا لأسعار العالمية كما سيتم إتاحة بعض خطوط لإنتاج في بعض مصانعنا الوطنية للشركة السودانية للتصنيع داخلها وده طبعا أنا باعتبره تعاون مسمر جدا للغاية وهذا التعاون طبعا مهم جدا ولسيما في ظل تحصن العلاقة بشكل كبير جدا بين مصر والسودان في الحقيقة بننتقل من هذا الخبر اليوم إلى خبر مهم أيضا عن النفط أسعار النفط النهاردة بتسجل 91 دولار و88 سنطا طبعا ده الخام برينت خام غرب تكساس بيسجل 85 دولار و68 سنطا الخام الأمريكي وزيما حضراتكم عارفين أن أسعار الطاقة في الفترة اللي فاتت ارتفعت شكل كبير جراء الحرب الروسية الأخرى سجلت أسعار النفط اليوم إلى 91 دولار و88 للبرميل للعقود للأجلة لخام القياس العالمي برينت كما سجلت العقود للأجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 85 دولار و68 للبرميل قالت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يالين أن الأمريكيين قد يشهدون الزيادة في أسعار النفط في الشتاء عندما يقلص الاتحاد الأوروبي شراء الخام الروسي بدرجة كبيرة مضيفة أن الغرب يدرس وضع حد أقصى مقترح لأسعار صادرات النفط الروسية بهدف إبقاء الأسعار تحت السيطرة حضرتكم عارفين أن الولايات المتحدة الأمريكية هي أنها تسد العجز للاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بمنع استراض الغاز الروسي دي طبعا خطوة تأثر بشكل كبير على أسعار الغاز وقالت يالين في تصرحات لشبكة CNN الإخبارية الأمريكية أنها مخطرة وهي مخطرة أننا نعمل على وضع سقف الأسعار لمحاولة معالجة هذا الأمر وأضافت أن الزيادة المحتملة في الأسعار قد تأتي لأن الاتحاد الأوروبي سيتوقف في الغالب عن شراء النفط الروسي ويفرض حظرا على الخدمات التي تسمح لروسيا بشحن النفط عن طريق الناقلات إحنا متوقع في الفترة اللي جاية نشهد صراع كبير بسبب الطاقة من جانبه استبعد وزير الطاقة الروسي نوكولاي شوليجنوف أن تقبل بلاده فكرة قيام الدول الغربية بتقييد أسعار موارد الطاقة روسيا الناحية الثانية بتنفي مؤكدا أن موسكو لن تبيع النفط والغاز بخسارة أو بأقل من تكلفتها وفقا لروسيا وقال وزير الطاقة الروسي من المؤكد أننا لن نبيع شيئا بخسارة أو بأقل من التكلفة فهذا مستحيل هذا نوع من مؤامرة علينا فلن نسمح أبدا بمعاملتنا بمثل هذه الطريقة تصريحات طبعا الوزير المسؤول دي كانت أبرز الأخبار الاقتصادية النهاردة معنا كان معكم عبدالحليم سالم نلتقيكم في نشرات إخبارية اقتصادية جديدة